موضوعنا النهاردة عن ازاي اشغل الفيديوهات في تطبيق كاجو بدون صوت تابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هقول لك ازاي نشغل الفيديوهات في تطبيق كاجو بدون صوت بس ياريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة و لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وانهاردة عليك ما تنسيش تصلي عنابي في الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام وتكتبلي متابعني من اي بلد يلا بينا نروح مع بعض كده لان طبعا احنا عارفين ان التطبيق ده للربح يلا بينا كده نروح للتطبيق وفي اشخاص كتير عاوزة تشاهد الفيديوهات بدون صوت فيلا اقول لك ازاي تقفلها خالص او تقفل الصوت خالص فيلا بينا نفتح التطبيق طبعا بتنتظر لما التطبيق يفتح معاك وبعدين ببدأ ان انا اضغط على صورة البروفايل بتاعتي فهنتظر لما التطبيق يفتح وارجع لك تاني هضغط على صورة البروفايل وبعدين ببدأ اروح لعلامة الترس اختارها ومن هنا بيظهر لك الحاجات دي كده ببدأ ان انا انزل كده واختار حاجة اسمها الوسائط وبضغط عليه من هنا بقولك بدء تشغيل الفيديو بدون صوت ببدأ ان انا افعل الاختيار ده كده انا ببدأ اشغل الفيديوهات كلها بدون صوت عندي وعندك هنا تشغيل التلقائي في الفيديوهات برضو بنضغط عليها بنفعل تشغيل تلقائي طبعا في الواي فاي مش هنعملها ابدا او دائما قصدي هنا تشغيل تلقائي فقط على واي فاي بنفعلها وهنا كده انت شغلت الفيديوهات التلقائي على التطبيق وكمان افلت الصوت علشان بس ايه في ناس اشخاص كتير عارفة ان هي بمشاهدة الفيديوهات بيجي لها ربح من على التطبيق فمش بيبقوا عاوزين او بيكونوا عاوزين ايه الصوت مع الفيديوهات وبس كده تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته